النتيجة طلعت سلبية بعد خمس شهور وما فيش سرطان ولا حاجة والجمهور قال لها انت اكيد بتجري ورا لترند ايه اللي حصل مع نجوة ابراهيم وازاي خفت من السرطان بالسرعة دي تعالوا نقولكوا ايه الحكاية من كم اسبوع نجوة ابراهيم كانت ترند السوشيل ميديا كلها وده بعدما اعلنت خبر اصابتها بالسرطان لما الناس فضلت تتنمر عليها ويقولولها انها خلاص عدة 80 سنة والمفروض تعود في البيت ده غير التنمر والهجوم اللي لقيته ووقتها اضطرت انها تطلع ترد وتقول انا اول مرة اقرأ كومنتات على حاجة نزلت ينهار ابيض على اللي تقال ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا انتو عايزيني اعتزل؟ ما ضروري الواحد يعتزل هو هيعود طول العمر يكلمكو ممكن اعتزل الاسبوع اللي جاي لان اتخلقت وزهقت مش على اخر العمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها بالراحة على نفسكو الناس بتستقطر علينا الابتسامة ومن قال ان كل الناس اللي بتضحك مبسوطة ما تقولوا ما شاء الله بقى يا جماعة وكملت وقلت انا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعندي سرطانات وعملة 7000 عملية واعتزل وهاموت قريب هدوا نفسكو والنبي انا مش جاي يا رب عيالي انا جاي فرحانة بيكو ومبسوطة وبتشرف بكلامي معايكو الناس تعطفت معاها جدا والكل بدأ يدعي لها بالشفا رغم انه في ناس كتير اتهمتها انها بتحاول تتصدر لترنت واللي بتعمله ده علشان تصير تعاطف نحيتها علشان يتفاجئ الجمهور النهاردة انها بتعلن انها كويسة ومش مريضة ولا حاجة وانه بعد خمس شهور النتيجة طلعت سلبية وكتبت بوست على الفيسبوك بتقول فيه انا فرحانة جدا ومبسوطة جدا ومش عايزة حد يقول دي طلعت من اسبوعين ودلوقتي بقت كويسة الموضوع بقى له اربع شهور بس مرضتش اعلن عنه ربنا اراد الشفا بسبب دعواتكو اللي استقبلتها لكن الغريب انه كومنتات التعاطف دي اتقلبت لكومنتات هجوم وانتقادات وقالت انها لجوة استغلت لترنت علشان خاطر الناس اتعاطف معيها وقالت موضوع مرضها وهي مش متأكدة منه لمجرد ان الهجوم ده يتحول لتعاطف وقدرت تنجح في اللي هي عملته وبعد الاعلان والتأكد انها كويسة رجعت من تاني تقول انها مش تعبانة وفي ناس دفعت عنها وقالت ان اللي حصل ده وارد وانها كل اللي كانت طلبة وقتها هو الدعاء في كل الحالات اكيد مش هتتدعي المرض علشان ترنت ايه رأيكو في تصرف نجوة ابراهيم وهل فعلا هي استغلت مرضها على شين اللي ترنت؟ شاركونا رأيكو في الكومنتات